اشتركوا في القناة بالإضافة إلى معالي السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية ومعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين دول المجلس والدول الشقيقة وتم خلال الاجتماعات مناقشة أفاق تنمية وتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الجهود لتنفيذ خطط العمل المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية وسبل تكثيف الجهود العربية لمعالجة القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي كما ناقش الوزراء التحديات التي تواجه الوطن العربي وتهدد أمنه واستقراره وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في قطع غزة والجهود التي تبدلها الدول العربية على كافة المستويات من أجل وقف الحرب في القطع وتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف معاناة أهالي القطع وقد رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماعات الوزارية المشتركة مع وزراء خارجية الدول الشقيقة وأكد أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك مع الدول الثلاث وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون في دعم أمن واستقراره وسيادة المملكة الأردنية الهاشمية ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة كما أكد المجلس أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية سودان هو جزء من الأمن القومي العربي ودعم كافة المساعي التي مشانها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطرف كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ودعم مغربية الصحراء وتم خلال الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمملكة المغربية